موسيقى السلام عليكم معكم بدر شهد الفن دي جي متضرر من وباء كورونا كانوا على الناس اللي في القطاع دي جي كاملين من طنجة اللي قويرة بنسبة لهذا الوباء اللي احنا عشناها هذه الفترة دي الأربع شهور ونحن ندبع حالياً دخلين في الشهر الخامس بنسبة لنا كان شاعدنا واحد أضرار ليه جسيمة وما زال كينين أضرار أخرى ما زال غنعيشوها في المستقبل إلا إحنا ما شافوش منتجاه دينا بنسبة للقرار اللي تاخد هادا سعد دي العاسماني رئيس الحكومات مع كامل الأحسا gn لمسةENT وهذا القرار اللي اتخذ غنعيشو منو منو هذا المجال رئيس الحكومة نقول ملا باماس حالياً ده بوصلت علي 7500 درهم ديال الكرة هاد مونات الدر واخد تعطف معي تتعيه تعطف معي تتعيه وتحن تتعيه هاد سبعلاف وخمسمية درهم هادي كيفين غادي نزيد واسع الدل عثماني اسيد رئيس الحكومة القرار اللي تختيه راجعوه راحنا كنعيشوا من هاد المجال فيني راحنا كنعيشوا من هاد المجال ديالنا راح نعاونوا من هاد المجال ديالنا انا ارى 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 ار ومعني كلمة جيدة ومعني اشتريها اي حاجة لا نبغيوش ايضا لها ولكن واش فكر تشوف الدرر اللي كان عيشو ايضا لحفالات ورغبت كثيرا لحفالات احتلين انا بقى وصابرين الاقل غير شوفوا من حالنا ودعمونا اعطينا شي تعويض انا ما نبغيوش نخدموه ولكن اعطينا تعويض انا مع القرارات دل حكومة انا مع القرارات دل سعد دل عشمالي ولكن اعطينا تعويض شوف من حالنا ونحن نكون غير السعيين ونسعى ونحن نحن نأخذ من قطاء المطارية ونحن نستطيع نتلقى الوقف ونحن نتعب في الزنقة ونحن نتكبر ونأكل من قطاءة وليس أتكبر ونحن نكون مرسل ميئنة ونحن نستطيع فعله وشنو غادي ندير؟ ملقيتش بديل وشكرا الجميع اللي حاضرين معنا الإخوان دي القطع الحفلات وكان بلغ تحياتي لجميع الناس اللي متضرعين وكان قولي يارب يطرف عنا هذا الوباء هذا إن شاء الله وإن شاء الله نتمنى ويكون خير ويأخذوا بعين الاعتبار هاد المشاكل اللي احنا كنعيشوها وتحية خاصة لمنطنجة القويرة لجميع قطع الحفلات بدون استثناء وعاش المالك رعي الفن والفنانين السلام عليكم محمد المفتدي مشتريت حفلات وأنا متضرر من هذه الجائحة اللي هي جائحة كورونا ونكمل الموضوع اللي أخذينا بادر وهو أن لو يسمحوا لنا الحكومة تسمح لنا ولو 50% من الطاقة الاستيعابية نخدمون بها ولو 50% أو 75% كما دروا مع القطاعات الأخرى لان شمننا منساعد الدين العجمالي رئيس الحكومة أنه يشوف من حالنا من هذا القطاع هذا القطاع لأنه تضرر بزاف بزاف لأنه ده براء 4 شهور ونحن واقفين وهو رأى قبل 14 لأن نحن رأى الموسم تبدأ تقريبا من شهر 12 تمدو حابسين تل شهر 3 أو 4 تمدو الخدمة ونحن دابا رأى يعني بحلاج قول عدنا 10 شهور ونحن حابسين يعني الإنسان كل ما كان الجامع في جيبوه وعنده جامع ديال الفلوس سيكون خسرهم ورأى تتساله دويون ودويون كثيرة وكين منه اللي هو واخد قرود من الأبنك وكين اللي عنده رهن ديال المحل وكين اللي عنده كيراء ديال المحل وكين اللي عنده كيراء ديال المحل أنا واحد من دوك الناس اللي عنده لدي المحل سنخلص دابا ليه 1500 درم في الشهر ودارته هي وكذلك وممكنش ليا غادي نخلص ديال المبالغ كاملة وانا عدابات قريبا كثر من عشر شهور وانا حابس الخدمة وشكرا مساء النور معكم ديجي سلوان من سالة الجديدة وطبعا انا كنت ضامن مع أخوتي لدي جيلي جميع اللي مختصين في هاد القطاع ديال الحفلات والمناسبات حتى انا كديجي بنت عضو نسوي متضررة من جائحة كورونا كوفيد 19 اللي هو خلع لنا بزاف ديال القروض والتزامات وكنتمنى الحكومة تغير يعني تشوف من حالنا وتغير رأي ديالها واحنا مستعدين وقابلين بالشروط اللي حطت لنا غير أننا نخصنا نخدمه سلينو إلا كان هما رفضين أننا نخدمه لأسباب ما اللي حنا لحد الآن كانت جاهلوها ما عرفناش علاش حيث بحكم مقارنة بأننا كنشوفوا يعني القطاعات أخرى سمحولهم أنهم يخدموا ويرجعوا للشغل ديالهم إلا القطاع ديالنا اللي مهمش لما هدرا في التشوعد نحن من الآوائل اللي حبسنا ومن الآواخر اللي باقي ما خلوناش نخدمه يعني لأجال المسمى وإحنا اليوم هنا بغنا نوصل صوتنا للجهات المعنية اللي هي بغنا أن صوتنا يوصل لها إن شاء الله بإسمي وبإسم جميع اللي يختمين في هذه القطاع اللي أفرح المناسبات بأنني كنقول لكم بأن هذه المهنة هذه يعني عايشين بها عائلات فاتحين بهم ديورهم واخدين بهم كريديات أنا براس اللي كنهضر معاكم وحدة من النساء اللي كتنخدم في الصيف كانت سنة أنا واخده كريدي يعني ما زاله واخده كريدي جديد وشريت به ماتيريال وبغيت نخدم به هات الصيف ولكن مني نجيت أنا خسنين خلص كريدي وماستفدش بالماتيريال ديالي يعني أنا اعتقنا رأى متضررة بحالي بحالي بحالكم أخوتي ساماكم ماكم دي جيون سلاوي منشط حفلة الأعراس أنا الصراحة تصدمت من القارة الأخرى أنا خرج برئيس الحكومة سد الاعتماني بخصص أنه قاعد المجالات والقطاعات يستعنفوا العمل ديالهم باستثناء القطاع ديالنا حنا اللي هو الأعراس أنا بغيت غير يشرح ناعلاش بالضبط هات القطاع اللي ما غاليش يخدم مع علم أن هات القطاع اللي قارننا مع بزاف ديال القطاعات خلان غالقه هو يعني يقدر بنادم يحمي رسم من هات الوباء هذا لأنه قطاع مقين ناس بش كتجي كتجي تحضر في الأعراس كتجي مرتباء كتجي لابسها قي يعني شهاية فرحانة والتبعد كي يكون الطواب الكبار طابرة صغيرة في حال بلايس أخرين ولكننا نقارن هذا القطاع هذا ليس حواجة لهم أو مسموح بهم مثلا في حال البحار الخصوصين يشوف البحار كيف يش دائر يشوف الحمام يشوف القهاوي يشوف بزاف ديال البلايس معلين أن هذا القطاع يخدم في بزاف ديال عائلات وليس من الطبقة الهشة هم الذين يعملون في هذه القطعة كان الناس متضررين لماذا بالضبط؟ نتمنى أنه يعود النظر في هذا القرار ويأخذ قرار خور جديد ويكون غير تخفيه نحن يسمح لنا نخدمه 75% ونحن نستعدين نستعدين نديرها نديرها أي شيء مطلوب منه لأننا نستعدين نحن متضررين متضررين بزعب وكان الناس يشرون مطاريان ويباعون فالفترات يبيعون ويأكلون لداتهم ويصرفون أنا عندي محل كاري كاري في 2000 درهم وبدأ الفير الفاخر وحطيت المطاريان لكي نبيعه ولكن ما اتبعت لأنه كل شيء يشكي لا يشكي هو مسكين ما عنده الله يحسن العوان كلمة التي تريد توصل أشكر أخي بادر شاداء والصحيف أصوات أتمنى أن يصل المسؤولين يأخذ شقارة جديدة باسمي وباسم جميع دين المغرب من طنجة القويرة كنوجو شكر لجريدة أصوات وجميع الصحفيين المغربة من طنجة القويرة عيش الملك لا تنسوا اشتركوا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر جرس ليصدكم جديد اشتركوا في القناة